لا اخوتي لاحركتي لماذا كنت تزوج بذني؟ هناك اوعا تضربت يا اخوتي تسنل الحليب تذيب كل ما حصلت أن اخي لا تقوم بأنه يتم بالحضور والسئة كم الان اشتركوا اليجوة كامل تقنقوا للسئة لقد قمت بفعض المجلد بالطلاع العظيم تذيعني ان اخي تذكرون الهتعة تبقى يضحك فينا تخلينا مستوهين كالكليب كالشان بوليس انتفرجوا في غات انضحكوا اذا سجبوا فينا لك غانديروا ذبا كي غانديروا ندوزه يا أخوتي الله أخوتي الله وقال لك اسمه ياسارة يا أخوتي رخصها ياسارو اليمين والرجلين والسنان والعينين متعضوا شو تشوف أخوتي؟ اتشدها ياسارو ممي الله العظيم لا شا نقول لك يا الله أخوتي الزينكين حق مولنا الزينكين ترى الشرع عطينا ربعة هذا رده 17 أخوتي ترى فت القانون ترخص الرجم ايه وأخوتي بكتوب الله قد نمان دير وجامه وتتباك الله عليه اوه أخوتي الله العظيم لأضروبه بالله ممي تدير أنه اللي بوش عيب لفحله ما نقدش عليه دي حق مولان خاصين عطل صاحبي عبد السلام القزير ومحمده وشو تشوف؟ عطل بغي ياسار طنطن مدني اوه تقعد المدني اوه شو دق المدني هذا ممي ايه وأخوتي مجزا محا نرحم مولدين تبارك الله اللي بياسا حاجة تتزغنن لا أخوتي شد نبوغا حاجة لك حاجة حاجة